موسيقى اللهم انحال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله طيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ضمن سلسلة حلقات نتحدث فيها حول موضوع الرجعة وما يتعلق بهذا الموضوع من محاور ومسائل ويطيب لي أن أستضيف سماحة آية الله الشيخ محمد السند أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله سماحة الشيخ كان الحديث في الحلقة الماضية حول أدلة الرجعة وذكرتم طائفة من الآيات التي تشير وتؤكد هذا المعنى ماذا عن بقية الأدلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم والبيت والطيبين والطاهرين في الحقيقة الآيات والطوافة الآيات القرآنية كثيرة وعديدة جدا كما مر بنا وفي الحقيقة العشرات أو مئات الآيات الكثيرة دال على هذا قد صنفت في ضمن طوافة قد أشرنا في الحلقة الماضية في الحقيقة إلى رؤوس فهرسية منها وأما بالنسبة إلى آيات عديدة بأل سنة عديدة جدا لا يسع المقام استعراضها كلها ولكن هناك أيضا نمط آخر من الأدلة وهي روايات الفريقين في البدن نستعرض روايات أهل البيت روايات أهل البيت عليه وسلم الواردة عن النبي وعنهم من طرق أهل البيت أيضا في الرجعة إلى ما شاء الله أكثر خطب النبي أكثر الزيارات مثلا الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في كتاب الإيقام من الهجعة في إثبات الرجعة تعرب إلى ستمائة وعشرين رواية فقط كلها تتحدث عن الرجعة مع أن الحر يقول في مقدمة كتابه لم أنقل كل روايات الرجعة تعبون أنك تواتر في الروايات في هذا الموضوع طبعا الآن أرد بخدمتكم يقول الحر العاملي في أول كتابه لم أذكر كل روايات الرجعة إما وإما وإما لأسباب عديدة من ضمن تلك الأسباب التي يذكرها الحر العاملي يقول لأن كثير من العقول لا تتحمل جملة من مفاجآت ومعاني الرجعة نعم ما ورد في الروايات المجلسي رحمة الله عليه في البحار تعرض لمائتين روايات وبين الروايات التي ذكر المجلسي والحر يعني فوارق كثيرة يعني ليس كل ما استعرضه الحر استعرضه المجلسي أو العكس بل هناك موارد اختلاف كثيرة يعني مقصود اختلاف في عدد الروايات وموارد الروايات قليل من الروايات المشتركة بين المجلسي والحر والحر تلميذ المجلسي الشيخ عبدالله البحراني الأسواني استعرض مائة روايات على أستاذه استدراكا غير التي تعرضها لم يذكرها في كتاب لم يذكرها في كتاب هناك سيد محمود بن فتح الله الكرمنشاهي أشار إليه الحر العاملي ألف كتابا في الرجعة معاصر للحر وتأليف كتابا في الرجعة قبل الحر ذاك السيد العالمي الجليل يذكر أغابة زرق الطهراني أن في كتابا قد استقصى خمسمائة رواية الحر يعترف أني لم أنقل من رواياته رواية لأسباب ذكرها الحر يعني يفهم من هذا الكلام أن هناك كم هائل وكبير كم كبير جدا جدا بتعبير الحر العاملي يقول ما من دعاء ورد عن أهل البيت وما من زيارة وما من ورد وما من وما من إلا وقد أشير في جملة من جملات إلى الرجعة حتى الآن في الصلاة نقول ليظهره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره هذا ليظهره هي إشارة للرجعة يعني يظهره هو بنفسه ليس فقط بيد ولده المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف ولأي من دريته بل هو أيضا ليظهره على الدين كله لو كره المشعور ففي الحقيقة كما يقول الحر العاملي في رواية أهل البيت تلقين وتعليم الرجعة في يوميات المؤمن والمسلم في تعقيبات الصلاة في الزيارات في الأدعية في يوميات كما يلقن المؤمن الشهادتين والشهادات الثلاث يلقن الرجعة لأسسيتها وركنيتها ودعامتها وأنها من أركان على إدحال الإيمان كما مرأت في الحلقات السابقة ليست أساس وأصل بمعنى البوابة ولكنها من ضرورات نعم الأعتقاد في المذن فرواية أهل البيت ولو يا حبذة لو ينشأ مركز كما أنشأت مراكز دراسات كثيرة حول مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى في الرجوع الشريف حبذة لو يؤسس أيضا مراكز علمية تستقصي مصادر الروايات الرجعة لدرف العدد ليس إلى آلاف وليس إلى ألف أو ألفين وما شبه ذلك المقدار كبير جدا وقد أعرض عنه عن استقصاءه أو عن جمعه كثير من العلماء لتشعب البحث وترامي آفاقه ومصادره ومهنده هذا بالنسبة لروايات أهل البيت عليه السلام يعني كل هذا الكم الكبير سمعت الشيخ ورد عن طريق أهل البيت عن المسلم وهناك أيضا روايات أخرى وردت عن غيرهم؟ نعم الروايات التي وردت عن طريق العامة أو أهل سنة الخلافة الصحاحة الستة والعشرة وغيرها من كتب الحديث لديه وردت في الرجعة بشكل متواتر من حيث لا يشعر رواوها حتى البخاري ومسلم والنسائي وأبن أبي داود وأبن حنبل والبيهقي والترمدي والوالوالوالوال أيضا يعني عدد لا يستهان به من الروايات التي يروا مئات آلاف الروايات طيب لماذا لم يؤمنوا به؟ لأنها لم ترد بلفظة الراء جيم عينتا أمر غريب يعني أي وردت بماذا؟ وردت بعناوين أخرى وردت بمرادفات أخرى فصول الرجعة أكثرها قد رووها هم حيث لا يشعرون مثلا أحد فصول الرجعة عنوان مجيء الآيات هو مجيء الآيات هو في الرجعة بحسب المشهد القرآني الذي تستعرضه الصور العديدة حول مجيء الآيات دابة الأرض من الآيات أيضا هذه رواية مستفيدة دابة تخرج من الأرض لا من الرحي تكلم الناس تكون حاكما على الآرض تذل المنافقين هذا كلها قراءة تشكل على أن لطيف دقيق في العبارة العبارة المتواترة في الحديث الذي رواه أهل أهل الشيعة وأهل السنة سنة الخلافة أن دابة الأرض تذل المنافقين وتعز المؤمنين ليس بحث الكافرين تذل المنافقين وتعز المؤمنين أين معز المؤمنين فحاكم حاكم على الأرض دابة الأرض إنسان كائن حج من الله خليفة الله يقيم عدل الله في الآرض غير المهدي بعد المهدي رواية متوترة لكن لم يشعر هذا عنوان ثاني عنوان عنوان ثالث مما رواه لآيات أشراط الساعة خروج الدابة الملاحم في آخر الزمان الملاحم في آخر الزمان أكثر الكتب التي ألفت عندهم وعندنا في ملاحم آخر الزمان ليس مخصوصة بمشروع الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي ما بعده كثير من فصول وأحداث الرجعة العظيمة المهولة لكن لم يشعروا أنها هي رجعة منها رجعة عنوان خامس آخر أيضا ضبوه هم من حيث لا يشعرون ومستفيظ عنوان أن النبي صلى الله عليه وآله من ألقابه أنه العاقب أن ماذا؟ العاقب ماذا يعني؟ يعني مجيء هو يعقب مجيء كل الناس في إشارة إلى الرجعة وأشير نعم إلى أن معنى هذا النعت والوصف لسيد الأنبياء ماذا يعني؟ الذي ليس بعده العاقب أحد أسماء النبي هذا طبعا في رواية الفريقين عندنا وعندهم أحد أسماء النبي الحاشر النبي حاشر حاشر نبي حاشر نعم من أسمائه حاشر ناشر لأنه كثير من علماء الإمامية استنادا إلى الآيات والروايات الرجعة معجزة يجريها الله على يد النبي وأهل بيته الرجعة كما أنه في النبي عيسى النبي عيسى أحيى الموت نعم يعني البعض يقول أنه مسألة الرجعة تصلح أن تكون معجزة للنبي ويعقد مقارنة بين هذه المسألة مسألة الرجعة وبين أحياء الموتى بالنسبة لله عيسى عليه السلام أحيى الموتى بإذن الله أو يمن الله على النبي عيسى أنك تحيى الموتى بإذنه فهذا الإحياء إحياء إرجاء إلى دار الدنيا يرجع له الحياة يرجع له الحياة قد مات كذلك يجري فكيف بمن هو أعظم من النبي عيسى فكيف بمن يصلي النبي عيسى خلفه كيف بمن هو سيد الخلق طبعا على العجيب من المسلمين بعض المسلمين يقرون بفضيلة لبعض الأنبياء السابقين ولا يقروا بهذه الفضيلة سيد الأنبياء مع أنهم يحكمون أنفسهم بأن سيد الأنبياء هو سيد الأنبياء فإذا كان سؤدت لسيد الأنبياء كيف يكون تلك الكمادت له أن لا يعطى مثل ما نعم هذه الفضائل وهذه القدرات نعم فكما يقول سيد الأنبياء أن نبي عيسى كان يمشي على الماء قيل لنا سيد الأنبياء يمشي النبي عيسى على الماء قال نعم ولو ازداد يقينه لما يشاء على السحة وهناك من أتباع هذه الأمة من يمشي أتباع سيد الأنبياء من يمشي على السحاب فكيف بنفس سيد الأنبياء الذي يعرج به إلى ما فوق سبع السماوات النبي عيسى عندما أراد الله أن يعرج به يرفعه توفاه لكي لا يأخذه الهول ثم أرجع عليه روحه في السماوات بينما سيد الأنبياء يأخذ في ظرف أقل من ثلث الليل يعرج به إلى ما فوق سبع السماوات لا إلى السماوات الثانية والثالثة الذي يعرج بالنبي عيسى وما فوق السابع سماوات ثم يأتبه ولكأن حصل شيئا له من عظمة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود عليه تحال هكذا أن في رواته أصاف النبي العاقب الحاشر الناشر سيد الأنبياء أيضا روى الفريقان هذا عناوين لاحظ أخرى غير عناوين خمسة التي مرت الآن ثمانية أو سبعة عنوان آخر رواه الفريقان رواههم ورويناه نحن من درست أهل البيت أن هناك شخص يدعى بالمنصور يبعث يقيم عدل الله في الأرض غير المهدي ذكره في الروايات في قبال عنوان المهدي هناك تشخيص لهوية هذا نعم من هو المنصور في رواياتها البيت بي المنصور الحسين صلى الله عليه ظلم قتل مضروم مضطهلا ويعود منصورا من قبل الله مؤيدا أول أي مدهن بيت الرجعين المقصود المنصور عنوانا لديهم مروي عندنا وعندهم وغير المهدي إذن لاحظ هذا فصل آخر من فصل رجع رواههم حيث لا يشعرون أنه في الرجع إن شاء الله لا تمسح هذه الروايات من الآن فما بعد نعم نفسح على أشياء ونخاف أن تحذف من الكتب الصحة نعم فلجب أن نحافظ على السنة النبوية لا يحرف ولا تحذف كم حذفت وكم منع تدوين السنة النبوية ونخاف أن تطمس مرة أخرى ولا أيدا بالله أيضا عنوان آخر أنه يبعث رجلا من قبل الله سفاحا سفاح سفاح يعني يسفح يبيد عتاة الأرض يجري نعم هلاكهم على يده يسمى بسفاح سفاح من قبل القدرة الإلهية السفاح أفسح عنه في رواية البيته وعد يبنى بطالب طبعا هذا سفاح يعني هو يسبح يعني مبيد لعتاة الأرض وظلمة الأرض فهذا عنوان آخر أيضا روي عدم الميسم والعصى بيد دابة الأرض باب ونصف الميسم والعصى عصى موسى وميسم خاتم سليمان بالله عليك خاتم سليمان يعطيه الله عز وجل دابة الأرض لأنه دابة الله حجة الله في الأرض كما كان الخاتم بيد سليمان حجة الله في الأرض خليفة الله في الأرض الحاكم من قبل الله دابة الأرض كذلك فهو علي وعد يبنى بطالب العصى عصى موسى معجزة تعطى لمن تعطى إذن لمن هو حجة حجة لله على على أي تحال عنوين عديدة كثيرة رووها حتى رووا أن هناك حشر في دار حتى عنوان الحشر حشر في دار الدنيا قبل الساعة قبل القيامة كوردكو رووا روايات كثيرة سواء في كتب الصحاحة العشرة أو كتب الملاحم كتاب نعيم ابن حافظ أو غير أو غير من كتبه في كتب وجمعوا فيها حديث تحت عنوان وفهرست عنوان الملاحم والفتن في آخر الزمن أصلاً نفس عنوان الملاحم والفتن يستطيع الأخوة المشاهدون المؤمنون والمسلمون أن يقرؤوا في مصادر الفريقين ليشاهدوا أن هناك فصول ومشاهد وحدات للرجع كثيرة كميرا طيب سمحت شيخ نتوقف عند فاصل ونعود لمواصلة الحديث فاصل قصير أيها السادة اللهم أرني الطلعة الرشيدة أرني الطلعة الرشيدة أرني محجته تحيي طيبة كأجماع على أنكار هذا الموضوع في الحقيقة حشر سيكون في الناس حشر سيكون في الناس المنصور أرني محجته روايات سيكون في الناس ولكن أرني محجته طيب سيكون في الناس يأخذها من القرآن والسنة وبعبار أخرى كتب الأحاديث أو كتب شرح الأحاديث لدى أهل السنة مشتملة على عقائد كثيرة إسلامية طمست أو لم تذكر أو حذفت أو عمي عليها في كتب الكلام عندهم مثل تأخذ كتاب كلامي مثل كتاب المواقف للإيجي عندهم أو المقاصد التفتازاني أو العقيدة الطحاوية أو كذا فلان فلان لا تجدها مجتملة على كل العقائد التي وردت في كتب الأحاديث لديها إذا كانت يعني ذكرتم أنه عقائد إسلامية سمعت شيء يعني لماذا لم تذكر في هذه الكتب لأسباب عديدة قصورا وتقصيرا وربما لا سمح الله عنادا لذلك وصية أكيد للمشاهد العزيز إذا أراد أن يتوفر على العقيدة الصحيحة السليمة أن يذهب إلى القرآن وأحاديث الفريقين وليكن حتى الأحاديث التي لديها سيشاهد في الأحاديث وكتب شروح الأحاديث أفاق لم تذكر في كتب العقيدة التي ألفها علماءهم وهذا أمر مهم يعني يعني يعرض يعرض صار إعراض عن ذكر حقائق عقائدية كثيرة مذكورة في الروايات الموجودة لديهم وشروح تلك الروايات حتى كتب لذلك تلاحظ أن شراح الحديث لديهم نسبيا أسلم من من كتب في العقيدة بشكل مجرد كتاب كلامي بعيد عن الروايات نعم أو لم يستعرض كل الروايات مثلا هذه الحقائق موجودة الآن لديهم لكنهم يلتفن حقائق كثيرة من عقائد مدرسة أهل البيت وحقيقة الدين والقرآن موجودة لكن في فصول كتب الأحاديث لديهم لكن لم تترجم في كتب العقائد لديهم فعلى المسلم أن يبرئ ذمته ما بينه وبين الله عز وجل بأن يرجع إلى ماذا إلى تلك المصادر الأصيلة يرجع إلى كتب الأحاديث وشراح الأحاديث وما شوى ذلك ويتدبر مليا في هذه المعاني سيجد الشيء الكثير نعم من الأدلة هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث من على الرجعة وهي الروايات المروية عند أهل سنة الخلافة عندهم بشكل متواتر وإن لم يكن بلافظ الرجعة ولكنها بأسماء وفصول الرجعة التي هي ذات مشهد عظيم وحدث كبير في الرجعة أما الدليل الرابع للرجعة الدليل الرابع في الرجعة الدليل العقلي والدليل العقلي والبرهان العقلي أشارت إليه الآيات والروايات ولكن مر قرون على مدرس علماء الإمامية أو مدرس العلماء لم يتفطنوا إلى النكات والبراهين العقلية في الروايات إلا أن في الآونة الأخيرة لماذا يعني عدة ربما الحر العاملي غيرها التفتوا إلى جملة من الأدلة العقلية ولكن بلورت بشكل بعد أعمق على يد الحر العاملي في كتابه ومن بعد أيضا على يد جملة من علماء الإمامية في العصر الأخير كالعلامة الطبطبائي في الميزان استدل على الرجعة ببرهان عقلي اقتنصه من بيانات الآيات والروايات وأيضا الشيخ محمد الشهابادي المحقل الكبير الذي توفي قبل ربما أربعين خمسين سنة على إتحال أيضا هذا عنده رسالة أو كتاب شذرات الذهب ورشحة البحار أشار فيه البرهان العقلي على الرجعة أيضا هناك الفقه الحكيم السيد المولى الرفيعي عنده رسالة خاصة بالبرهان العقلي على الرجعة أيضا هناك تفسير بيان السعادات استدل على البرهان العقلي على الرجعة وإن كان من الصوفية ولكن على إتحال الاثنى عشرية من الفرق الصوفية لكنه على إتحال استدلاله متين وسديد مؤخوذ من بيان الآيات والروايات وهناك على إتحال الفيض الكعشاني في الوافل وهو إشارة خفيفة إلى الاستدلال العقلي وكثير وكثير في الحقيقة إذا أردنا أن نستعرض عند المتأخين بدأ يتبلور الدليل العقلي على الرجعة وملخصا أشير لبعض تلك الأدلة أن النفس الإنسانية في هذا البدن في الحياة الأولى بأجل مخترم أو أجل معين محدود لا تستكمل كل مسيرة الكمال التي يقدر لها أن تستكملها وتطويها في الحياة الأولى هذا فضلا عن الذين اخترمت أعمارهم بأجال مخترمة كحوادث معينة قتل ما شبه ذلك فهؤلاء من الواضح أو في يناعان وريعان أعمارهم رحلوا فحين إذن ليس هناك خلقة وعالم خلقة من الله إلا وقد قدر في حكمة الله أن تبلغ غايتها ومن غايات حين إذن عالم الدنيا أن تستكمل النفوس كمالها وصعاداتها أليس رحابة العدل في الأرض تفشي القصد في العدل القصد في الأرض تفشي السعادة في الأرض الأمن في الأرض عزة المؤمنين كذا كذا كلها كمالات هل تنشأ هذه النشأة بدون استكمال وصول خلقة هذا العالم إلى الغايات حاشا ويكون حيادين هذه الخلقة لهذا العالم جزاف وعبث وما خلقنا السماوات والأرض باطلا تألك ظنوا الذين كفروا خلقناهم لحق حق يعني في غاية 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 كمالية هناك هدف منشود نعم كمالية قبل غير القيامة الكبرى قبل كل عالم فيه كمال حق حكمة من الحكيم لا بد أن ينصل إليه إذن من هذا القبيل إذن براهين عديدة على أنه نعم هذا ليس كالتنازق كما مر بنا إنما تأتي النفس من حيث وقفت في مسيرة تكاملها تعود إلى هذا البدن وتواصل هذا المسير لتستفيد من الأعمال الصالحة أو لا سمح الله إذا تردد في الدركات تكون حجة الله بالغة أكثر وأكثر عليها هذه إذن ماذا إذن لاحظ كما يشير الحل العاملي يشير جملة من حتى فلسفة الشيعة وكما الشيعة لبيان الرجال لاحظ كما يشير حتى ينبه على هذا البيان العقلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون إذن لاحظ هذا يوميات النوم وليقضه وموت وحياء موت وحياء مصغر إذن حالة هذه الحالة الدورية المتكررة الإنسان أنه ينام ويقوم يبعث ويمات الله يتوفى لأنفس عامة لذلك يقال يطلق القرآن الكريم كما من ربنا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال لو كانوا هنا ما قتلوا في تلك السور والآيات هنا لاحظ القرآن يطلق على الموت أنه ماذا؟ يطلق على الموت أنه مضجع إذن هذا مضجع إشارة لماذا؟ هذا من ضمن آيات الرجاء مضجع إشارة أنه سيكون هناك يقضى استيقض نظر ما ذكر القرآن الكريم حتى عن أهل الكهف ففي الحقيقة إذن طبيعة البدن وطبيعة الروح الإنسانية تنام وتستيقض تنام إما نوم الموت الأكبر أو نوم الموت الأصغر اليومي وهلما جرى إذن هذه حالة عملية الكر والفر والتفاعل والتأثر بين الروح والبدن الروح والبدن هذه تستمر إلى أن تستكمل كمال كبير تتهيئ النفس إلى المعاد الأكبر فهذا برهان على سلسلة إذن تكامل وصير الإنسان إنعم في الرجاء وحتى لاحظ نزعت كل إنسان الفطرة في كل إنسان التي أودعها الله عز وجل أنه يريد أن ينبي كمالات هنا قبل حتى كمالات إلى آخر وهذا الدافع دافع فطري أو دعه الله كميثاق في فطرة الإنسان ليتنجز ويحقق لأنه لكي يكون خلق ولا يصل إلى غايته لا يصل إلى غايته فهذا على كل ألوان وبيانات عديدة من الدليل العقلي على وقوع الرجعة نعم هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي الدليل الرابع هناك دليلا خامسا أيضا الدليل الخامس هو ماذا الدليل الخامس هو أن التوراة والإنجيل القسم غير المحرف غير المحرف ومر أنه أن الذين آمنوا يؤمنون بالله ورسله وكتبه المؤمن ليس يكفر بكتب الله المنزل لأن الدين واحد الشرائع تختلف أما الدين والعقائد من الدين وليست العقائد من هذا عند الله الإسلام كل الأنبياء بعثوا بالإسلام بعقيدة واحدة ومن عقائد التوراة القسم الحقاني في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي جملة من الكتب سيما التوراة قد أكد فيها على الرجعة وعلى كل أبعاد دي الحق وبعبارة أخرى نلاحظ جميع الملل والنحل حتى الملحل فإلى ربما كانت في الأصل هي ديانات هي ديانة سماوية إن حرفت عن ديانات السماوية عندهم عندهم ماذا؟ عندهم نزوع فطري تربية أديانية على عود الإنسان في الحياة لعمار هذه الأرض نعم أخطأ القائلين بالتناسخ بقولهم بالتناسخ أو القائلين بأقوال أخرى في أقوال أخرى هي الرجعة هي المعان هي الرجعة العود إلى نفس البدن إلى نفس الهوية إلى نفس الشخص من رحم القبر وليس من رحم الأم ولا من أصلاب الرجال ونما من العرب أخرجنا لهم دابة من الأرض أنوان تكلمهم أن الناس كانوا بآتنا لا يوقنون ففي الحقيقة إذن هناك إذن أدلة خمسة متنوعة تحمل عشرات الأدلة في طياتها على عقيدة الرجعة أنه مشروع مستقبلي واعد تنتظره وتأمله البشرية وليجب أن تكون في مخطط وتخطيط المستقبلي والنظر المستقبلي البشرية يجب أن يكون هناك هذا الالتفاة البشري إلى مثل هذه الآن لاحظ في العلوم البشرية نأخذ هذا الدليل طائفة سادسة حتى من الأدلة هناك الآن من أهم البحوث الأكاديمية في الجامعات في مراكز الدراسات الاستراتيجية حتى لدى البشر ماذا ماذا نظرية المستقبل علم المستقبل استشراف المستقبل إذن المستقبل حقيقة يريد أن يتعرف عليها البشر لاحظت سبحان الله كيف البشرية تنزع فطريا نحو مشروع أهل بيت المشروع المهدوي مشروع الرجعة تلقائيا تتفتق فطرتها باتجاه مدرسة القرآن التي هي مدرسة أهل البيت نعم فالآن إذن هناك سعي حثيث بشري آآن في بحوث العلوم الروحية حتى في الشرق والغرب هل يتعقل مشاركة الأموات إسهامهم لحياة الأحياء شوف هذه فكرة بدت تتطلع الأنجليا هي نوع من فكرة الرجعة نوع من فكرة الرجعة الأموات بأشخاصهم بهوياتهم بأبدانهم هل يساهمون هل 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 هذه الهلهلات هي في الحقيقة تبتق وتعطش البشرية نحو هذه المعرفة وهذه العقيدة وهذه الحقيقة التي ستطالع عليها مستقبليا طيب سمحت إذن من خلال هذا الحديث أن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت مسألة الرجعة والأمر أيضا من خلال رواية لا يقتصر عن أهل البيت عليهم وأنه نزوع فطري بشري نعم شكرا جزيلا لكم سماحة الله الشيخ محمد السلام شكرا لكم مرة أخرى أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم سالة المشاهدين على طيب متابعتكم وحسن أظائكم حتى نلتقيكم في لقاءات أخرى تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل دوتم بخير والسلام اشتركوا في القناة